بيبدأ الفيلم المجتمع من الشامبانزي بيتحركوا بكل سلام في غابة كثيفة ومليانة بالأشجار لكن بيقفوا فجأة لما بيلحظوا صوت الطيور وهي بتعمل رحلة مفاجأة فوقهم وبيتفاجئوا أن فيه صيادين بيجروا وراهم وبيلحقوهم لكن شامبانزي منهم قدرت تهرب ولسوق الحظ بيقدروا ينسكوها ويحطوها في صندوق ومش بتقدر تعمل أي حاجة غير أنها بتبص من فتحة الصندوق الصغيرة دي وبتصرخ على عائلتها وهي ماشية وبيتغير المشهد عند دكتور ويل رودمان وزميل وفرانكلين وهم المتحمسين علشان يشوفوا نفس الشامبانزي اللي بيلقبوها دلوقتي باسم برايت ايز وهي بتحل لغز الزكاء وهنا ويل بيروح يبلغ رئيسه ستيفن جيكوبس بالموضوع ده وبيقول له أنه لاحظ أن الفيروس اللي طوروه من خمس سنين واسمه ALZ-112 بالفعل نجح وبيطلب من رئيسه أنه يوافق أنه يعمل التجارب دي على البشر وبيطلب ستيفن من ويل أنه يقدم مشروعه للمجلس الأول علشان يقدر ياخد الموافقة بعدها بيظهر ويل قدام المجلس وبيقدم البحث وبيقولهم أن الشامبانزي قبل كده ما كانش بيعرف يحل لغز بورج لوكاس لكن لما عطوه الفيروس اللي طوروه وهو علاج جيني بيسمح للدماغ أنه يصلح من نفسه مع مرور الوقت وهنا بيقترح ويل كعلاج لمرض الزهايمر عند البشر وبنرجع للمختبر وبيجهزوا برايت ايز للعرض التقديمه قدام المجلس لكن للأسف بتكون عدوانية جداً وبيحاول فرانكلين أنه يقنعها بمشروبها المفضل لكنها برضو بتتدايق لما حاولوا يمسكوها وبتحاول ترجع لقفاصها مرة تانية لكن لما بتشوف مسدس المهدق بتاع فرانكلين بتهرب بسرعة وهنا ويل كان مجغول مع المجلس وبيحاول اقنعه من التأثير الجانبي الوحيد للفيروس ALZ-112 هو البقع الخضراء اللي بتظهر على قزاحية العين بتاعة القرود الشامبانزي لكنهم بيتفاجئوا بيعين مرعبة بتدخل عليهم المبنى وبتتخبط في قاعة المجلس وبتكسر الإزاز لكن الأمن بيدربوها برصاصة وبتقع مكانها وبيبص عليها ويل وأعضاء المجلس في حالة زهول ومش مسدقين اللي بيحصل لكنها بتكون خلاص ماتت على الترابيزة وبسبب اللي حصل بيؤمر ستيفن أن كل الأشخاص اللي خضعوا للاختبار ده لازم يتخلصوا منهم لكن فرانكلين كان بيحاول معاه مرة تانية علشان يعيد النظر في الموضوع ده تاني بحاجة أن حيوانات لها شخصيات مختلفة لكن ستيفن ما بيكونش مهتم بأي حاجة غير الأعمال التجارية وبس وهنا بييجي ويل هو كمان وبيطلب من ستيفن أن يساعده في أن يواصل تطوير الفيروس لكن طبعا ستيفن بيرفض وويل وستيفن مش بيبقوا طايقين بعض وبيتفاجئ فرانكلين بشامبانزي لسه مولود في قفص برايت آيز فعرفوا أن برايت آيز كانت خايفة على ابنها وبتحاول تحميه علشان كده كانت بتهاجم وبييجي فرانكلين بيسلم الطفل الويل لكن ويل بيرفض أن ياخده في البداية لكن فرانكلين هو كمان رفض وطلب منه أنه يتبنى شامبانزي ده علشان ما فرحش فيهم الأعداء وهنا بياخدوا ويل البيت وبيدخل على والده تشارلز وبيلاقيه بيحاول يعزف على البيانه لكن والده بيكون مصاب الزهايمر اللي بيحاول ويل يشوف له علاج شامبانزي الصغير اللي جابه معاه علشان يساعد باباه وكمان يسليه وهنا بيصحى ويل على صوت الطفل هو بيصرخ وبياخده في حضنه ويروح يوديه علشان يحميه وهو عمال يفكر في مستقبل مشروعه وفاجأ شامبانزي الصغير بيمسك في صوابع ويل وده بيقنع ويل ان لسه فيه أمل ان يوم بيتفاجئ ويل الصبح هو تشارلز ان الطفل شامبانزي بيأكد نفسه رغم ان عمره لسه يوم واحد وبيبص ويل في عينه وبيتأكد ان عينه فيها بقع خضرة وده معناه ان الفيروس اللي طوروه اتنقل من الام لابنها وبعد ثلاث سنين بيكون ويل سمى الطفل باسم سيزر او قيصر بالعربي وبيكبر قيصر في البيت وتعود على حياة الانسان وبيتنقل في كل مكان بخبرة كويسة وهنا بيعلمه ويل لغة الاشارة وبيرائب زكاء قيصر وطبعا بيخليه حلو لغز بورج لوكاس وهو بيرائب وبيكتشف انه حله صح وبيخصص ويل لقيصر الغرفة العلوية للبيت ومنها بيحب قيصر انه يرائب الناس من خلال الشباك وهنا وقت مكان ويل بيسجل نتائج الوصل لها من زكاء قيصر بيسمع صوت دوشة في الدور التاني وبلاقي تشارلس بابا خاد الاباجورة من الممرضة بتاعته كسرها وهنا استقالت الممرضة وبتقول ويل انه لازم يوديه لدار رعاية مسنين لكن طبعا ويل بيرفض انه يود ابوه في اي مكان ولما بيرجع للمختبر بيسرق في الخباثة شوية ازايز صغيرة من اللي فيها الفيروس ALZ112 واخدها علشان يحقنها في دراع ابوه وفي نفس الوقت بيكون قيصر بيرائبه وهو بيعمل كده وتاني يوم بيلاقي ويل ان شارلس ابوه بقى بيعرف يعزف عن البيان وباحترافية جدا وبيفرح جدا ان ابوه رجع زي ما كانه احسن وهنا بياخد ابوه علشان يبص في عينيه على البقع الخضرة ويشوفها موجودة ولا لأ وبيلاقيها موجودة وهنا بيرائب قيصر من الشباك بتاعه الاطفال وهما بيركبوا العجل في الحي بتاعهم لكن قيصر بيكون فضولي جدا وحبي يتسلل في الخباثة من شباك مفتوح وبيلاقي عجلة من بتاعة الجران موجودة في الكوخ وهنا بتتفاجئ البنت بقيصر لكن ابوها دوجلس بيطرده بمضرب البسبول وبيجي ويل وبيلحق قيصر وبيوقف دوجلس في الوقت المناسب لكن قيصر بيكون اتجرح وبياخد ويل قيصر علشان يشوف كارولين الطبيبة البيطرية في حديقة الحيوان وبتخيط الجرح القيصر وبتعلجه وبيكون قيصر مبسوط بكارولين وبيتكلم مع ويل وبتعجب كارولين بي وبتسأل هو قيصر بيتكلم عن ايه بالزبط وبيقول لها ويل ان قيصر حابب يخرجه مع بعض علشان يتعاشه برا وبعد فترة غزيرة ويل وكارولين بيتقربوا من بعض وهنا كارولين بتتفرج على غرفة قيصر وبتطلب من ويل انها تكملها لكنها بتكون قلقانة من موضوع نمو قيصر وبتعرف ويل انها بتحب شمبانزي لكن برضو بتخاف منه جدا وهنا بيتظاهر قيصر بانه قادر يتغلب على ويل وبيحاول يباين لها انه فاهمها وبيضحكوا عليه وبتقترح كارولين على ويل انهم ادولوا شوية مساحة ويخربوا في الهوى وبيوافق ويل وهنا اخدوا قيصر على موير وودز ودي غابة اشجار الصمغ وبيفكولوا ويل الروباط بتاعه علشان يقدر يتحرك بحرية وبيرفع له قيصر ايده فمش بيفهم ويل هو عايز ايه بالزبط لكن بتوضح له كارولين انه بيطلب منه الازن وبياخد منهم الازن وبينطلق قيصر علشان يتفرج على المناظر الطبيعية والاشجار وهو فرحان جدا وهنا بيلاقي قيصر شجرة صمغ طويلة جدا وبيطلع عليها وبيحاس انه فعلا في بيته وبعد خمس سنين كبر قيصر وبقى متعلق بموير وودز جدا وبيحبها وهنا بيبدأ يتسلق في الاشجار وبيتنطط على الاغصان وبيحب جدا ان يشوف سان فرانسيسكو من فوق بعدها بيكون ارتبط ويل وكارولين ببعض وفي يومه هم مروحين بيلقوا كلب بينبح على قيصر جامد فبيدائم انه قيصر وبيصرخ في وشه علشان يخوفه وهنا بيكون قيصر محتار وبيسأل ويل اذا كان هو حيوان اليف ولا ايه وبينتبه له ويل وهو بيحاول يفهم كلامه وبيعرفه انه والده لكن قيصر كان بالزكاء اللي خلاه ما يقتنعش بالاجابة دي ولما لاحز ويل انه مش مقتنع اخدوا المبنى المختبر وبيفهموا انه والدته ماتت هناك علشان كده ويل اتبناه وكمان قالوا انه والدته كانوا بيستخدموها علشان يجربوا عليها الدواء وهو نفس الدواء اللي دالت شارلز وده اللي ورثه قيصر من مامته وهنا في البيت بيقول ويل لكارولين انه اخد قيصر علشان ينقذه من غير ما يعرف قدراته اللي ورثها من مامته وبيشرح لها انه صمم الدواء علشان يصلح به الخلايا اللي في الدماغ وفي نفس الوقت اثر على قيصر والخلايا دماغية اللي عنده اتطورت وتجاوزت كل التوقعات وبقى ذاكي جدا وهنا بتقلق كارولين وبتسأل ويل ازاي ممكن السيطرة على زكاء قيصر لكن ويل بيرد عليها وبيدافع عن تجربته وبيخنعها انها هتشفي ناس كتير زي والده وهترجع لهم حياتهم من جديد وهنا قيصر كان سامع كل كلامهم وعرف ان دي حجة وبيبص النفسه في المراية وهو متدايق انه موجود هنا وفي تاني يوم على الفطار قيصر رفض انه ياكل معاهم او بمعنى اصح من نفس اكلهم وبيستخدم تشارلز الشوكة بطريقة غلط لكن قيصر بيساعده بيعدل هاله لكن ويل وقيصر كانوا بيتشاركوا القلق بعنيهم بعدها ويل بيفحص دم تشارلز واكتشف ان جسمه طور اكسام مضادة عكس العلاج وفي الوقت ده كانت شارلز خارج من البيت وبيتمشى وراح يركب عربية جارو بكل حماس وشغالها لكن العربية بتتخبط منه في العربية اللي قدام وبيخرج له جارو هو غطبان منه وبيزعق في تشارلز اللي كان بيحاول يشرح له انه كان بيحسبها عربيته وفي نفس الوقت كان بيرقبهم قيصر من الشباك ولما وصل لنقطة الانهيار نزل بسرعة قيصر وهاجم دوجلس جارهم واعر الارض وفضل يضرب فيه وبيحاول يجري دوجلس ويهرب منه لكن قيصر كان غطبان منه جدا وجير وراه وفضل مكمل ضرب فيه ومسكه من صباح وعضه جامد ودوجلس فضل يصرخ في اللحظة دي تشارلز صرخ على قيصر ووقفه وهنا عارف قيصر انه عمل حاجة غلطة وكبيرة وبيمشي وهو يائس وبيحدن تشارلز وحوالهم الجران بيرقبهم وهم خايفين وبسبب كل ده بتيجل شرطة وبتنقل قيصر محمية الرئيسيات اللي بيدرها جون لانجدون وابنه دوج ومسؤول كمان اسمه رودني وهنا بيوضح لويل انه خايف من افعال قيصر لانه ما خرجش من بيته قبل كده ولا قابل قرود شمبانزي او تعامل معهم قبل كده لكن لانجدون كان بيأكد له انه قيصر هيحب المكان جدا وهيزدهر فيه وبيفرح قيصر في البداية بالمساحة الكبيرة وفكر المكان ده زي غابة الصمغ لكنه بيتدايب بصورة لما بيكتشف ان السماء مجرد رسومات على الحيطة ولما بيجري على ويل بيكتشف انه هيسيب ويمشي وبيتوسل قيصر لويل علشان يرجع للبيت لكن ويل كان بيحاول اغنعه انه هيرجع له تاني قريب وهنا بيعاية قيصر لما بيمشي ويل هو وقارولين ودوجي بياخد قيصر وبيحطه في قفص وبيتفاجئ قيصر ببقية القرود محتوطين في قفص حواليه وبيحاول يطلعه منها وبيصرخه عليه وفي وقت تاني بيحاول ويل يقدم استقناف علشان يفرجه عن قيصر لكنه ما قدرش وده خلاه محبط وخلاه يرفع صوته على الكاتبة اللي بتقوله انه يستنى ويصبر 90 يوم ويكون شاكر لانهم ما قتلوش قيصر لحد دلوقتي وفي البيت بقى بيحس تشارلز بالحزن علشان قيصر ما بقاش موجود لكن ويل لما بيتكلم معاه بيحس تشارلز انه دايخ وبيكتشف ويل ان الفيروس ما بقاش بيأثر وان مرض الزهايمر بيتطور عند ابوه بسرعة كبيرة وما بيبقاش ويل عايز يخسر قيصر وابوه في نفس الوقت وده اللي بيخليه يزود انتشار الفيروس ورحل ستيفن علشان يقنعه انه يواصل بحثه وبيعترف له انه استخدم العلاج مع تشارلز وجاب نتائج رهيبة وبيقتنع ستيفن ويحس انه هيبقى شغله كويس وبيدعم ويل في تطوير الفيروس وفعلا بيعمله فيروس جديد اسمه ALZ113 وهو نوع غازي متطور عن الفيروس اللي فات وبيتنقل عن طريق الاستنشاق وبنرجع هنا للقيصر وهو بيتعرض لسوق معاملة وبيتغزى على الفضلات فبيحس قيصر بالشمئزاز وبيرمي الفضلات دي في وش دوج وبينتقم منه دوج بانه بيدرب الخرطوم في وشه بالمية ولما ميش دوج بيحزن قيصر وبينكمش في القفص وبيحس انه تاهيه وبيرسم على الحيطة شباك زي اللي كان في البيت بتاعه وبيسند عليه وهو حزين وهنا بتوصل الارود اللي ويل هيعمل عليهم اختبار في تجربتهم الاولى واختار ويل منهم كوبا وهو شمبنزي بيفهم ازاي يطلب يأكل ووقت ما كانوا بيعملوا الاختبار عليه بيحسوا كوبا انه مجنون وبيضرب قناع فرانكلين وهما بيحقنوه بالفيروس الغازي وواضح ان فرانكلين هو كمان شم جرعة من الفيروس وفي نفس الوقت في المكان اللي بيعيش فيه قيصر بينضم للارود وهنا بيحاول يظهر الشمبنزي الفا انه قوي وانه مسيطر فبيقوم ماسك اميس قيصر ومقطعه وضربه وبيوقعوا على الارض وبيجري قيصر على الشجرة لكن الفا بيجري وراء وبيوقعوا وقبل ما الخناعة تزيد دوجي بيدخل عليهم وبيهدهم هما الاثنين بضربة من البندقية المخدرة وفي المختبر ستيفن كان فرحان جدا لما شاف كوبا وهو بيكتب الاسم الاخير لستيفن وهما بيكملوا بقية الاختبارات على كوبا وفرانكلين بيعتص دم وفي نفس الليلة في القفص فيه انسان غابة اسمه موريس بدأ يستخدم لغة الاشارة وبيتكلم مع قيصر ولما قيصر اخد باله موريس عرفه انه اتضرب في سيرك وهما بيتكلموا ودخل عليهم حد وسحب ارد كمان علشان يسلموه للاختبارات فبيقول موريس لقيصر انه ياخد باله ويحذره علشان البشر ما بيحبوش القرود الزاكية وفي يوم من الايام راح ويل وكارولين يزوره قيصر فبيقوله انه مصاب وانه بيتعذب هنا وبيعرف ويل مين المسؤول هنا وبيروح يخبط دوجي في الحيطة لكن لانجدون اتدخل وبيحاول ويل يتكلم معاه وبيقوله انه عاوز يرجع قيصر لكن لانجدون بيفكره انه لازم امر ان المحكمة علشان يعرف يرجعه تاني وهنا بيطلب قيصر من ويل انه يرجعه للبيت مرة تانية لكن ويل بيقوله انه لسه شوية لان الموضوع مش سهل ابدا وبيوعد قيصر انه هيحاول يخرجه فبيصرخ قيصر في وشهم وبيحس بالخيانة وقتها وبعد ما بيمشوا بيفضل يصرخ في القفص بتاعه وبيمسح الشباك اللي كان رسمه على الحيطة وبمجرد ما بيخرجوا القرود في الزاحة بيطلع قيصر يقول على شجرة الكبيرة وبيلاحظ سلم بيطلع على شباك علوي وكان في غوريلة كبيرة اسمها باك وهي غير كل القرود التانية فما كانش حد بيسمح لها انها تخرج من قفصها ابدا وبيبص قيصر من الشباك العلوي على المدينة من فوق وفي وقت تاني جاب دوتج اصحابه علشان يفرجهم على قفص القرود ويقض وقت زريف وبيشغل صاعك كهربائي على القفص وده اللي هيجي القرود كلها وواحد من اصحاب دوتج بيميل على قفص قيصر لكن قيصر بيشده من الاميس وبيخبطه في القفص وبيكون سرق من جيبه سكينة وفي نفس الليلة استخدم قيصر السكينة دي علشان يفتح القفص بتاعه وهو بيعمل كده كان بيرقبه مورس وبروح قيصر يفتح قفص باك وبيصحيب حذر لكن باك زمجر في وش قيصر لانه صحى من النوم لكنه بيتفاجئ ان الباب مفتوح وهنا قيصر بيقنعه بانه يخرج لكن باك بيخاف وبيرجع وفاجئة بيطلع يجري من القفص زي المجنون وبينتشر في المكان المفتوح وبيلعب بمنتهى الحرية وبيبص عليه قيصر وهو بيجري في كل مكان وبيعمل زائر الفرحة وبيبص باك لقيصر نظرة شكر علشان حرره وبعد كده قيصر بيروح يخرج ألفة وبيتحداه وبيضربه قيصر بضربه وقعته على الارض وبعدها بينقذه وبعدين بيلاحظ ألفة ان باك خرج من قفصه وهنا كل القرود بترائب وبيرفع ألفة ايده القيصر وبيعترف بالهزيمة وبكده بيكون تولى قيصر القيادة وبقى الرئيس وفي يوم حاول ويل انه يدد شارلز الفيروس الجديد الغازي لكن شارلز رفض وبيمسك ويل ايدة شارلز وبينام على ايده ولما بيفوق الصبح بيلاقي شارلز مات ووقت ما كان بينظف ويل البيت بعد الجنازة لقى صورة ليه هو القيصر وبيكون ندمان لكن بتنصحه قارولين انه ما يحملش نفسه كل الاخطاء وان حصل حاجات ما كانش يقصد غيرها وبييجي هنا ويل وبيكتشف ان ستيفن اتصرع في حكمه علشان يبيع الفيروس ALZ-113 في قارب وقت وبييجي هنا ويل علشان يحذر ستيفن من الاثار الجانبية اللي لسه مش معروفة على البشر لكن ستيفن بيفكره بانه ادد ده والتجريبي ده لبابا وبيهدده انه ممكن يبلغ عنه ويسجنه فبيستقيل ويل بسبب كده وفي الوقت ده حالة فرانكلم بتتضهور جدا علشان كده بيروح لبيت ويل علشان يطلب منه المساعدة لكن ما بيلاقيش حد في البيت وبيصادف هناك جارو دوجلس وبيكوحه في وشه دم وفي نفس الوقت بيروح ويل لانجدون وبيديله راشو علشان يطلع قيصر من الافص ولما بيروح ويل لقيصر بيلاقيه مستاء وبيقفل قيصر على نفسه الافص من تاني وبيرفض يمشي معاه وفي نفس الليلة قيصر سرق كيس باسكويت بتاع دوج وخلى روكات يوزعه على باقي الارود علشان يكسب ثقتهم وتاني يوم لما بيكون الارود في الساحة بيسأل موريس عن سبب توزيعه للباسكويت على كل الارود وبيقوله ان كل ارد الواحد ضعيف لكن كلهم مع بعض هيكونوا اقوياء فبيقوله موريس ان الارود اغبية وبيسيبه يمشي وفعلا بيفكر في الموضوع وبيشوف رودني وهو بيدخل باسورد على افل الباب علشان يفتحه وفي نفس اليوم بالليل بيستخدم قيصر نفس الباسورد وبيخرج وبيسافر وبيرجع لويل ولما بيوصل بيلاقي ويل وكارولين نايمين وبيفتح قيصر التلاجة وبيلاقي ازايز كتير من فيروس ALZ 113 اللي هتخلي كل الارود زكية فبياخدهم كلهم وبيرجع للمكان اللي موجود فيه الارود وبيفجر ازايز الغاز دي كلها وطلع الغاز اللي فيها على كل الارود اللي موجودين هناك وتاني يوم راح قيصر علشان يفحص ويشوف عيون الارود بقت خضرة ولا لا لحد ما تأكد ان يعنوهم كلهم اخضرت وده بيأكد انهم بقوا ازكية جدا ولاحظ لانجدون ان الحيوانات بتتجمع وتقف في النظام من غير ما تتحرك كتير زي قبل كده وبيكون مستغرب من الوضع وفي نفس الوقت بتكتشف جارت فرانكلين انه ميت ومطلطخ بالدم على سريره وفي وقت تاني قيصر بيرفض انه يرجع قفصه وبيجر شكل دوج علشان يتخانق معه بأي طريقة ولما شتمه دوج وقال له انه شمبانزي قزر قيصر صرخ في وشه ونطق وقال له كلمة لا وقام ضربه واقعه على الارض وهنا دوج فقط وعيه بعد كده راح قيصر علشان يطلق صراح كل الارود وبيحاول رودني يدخل لكنه هنا اتعرض للهجوم من كل الارود وبينقذه قيصر وهو مش بيرضى يأذيه لكنه بيحطه في القفص بتاعه وبيقفل عليه وهنا بيقوم دوج وبيمسك مسدس صاعق الكهربائي علشان يضرب قيصر لكن قيصر بيضخ خرطوم الماء في وش دوج على الصاعق وبيتكهرب دوج وبيقع على الارض ميت وبعدها بياخدوا الارود كلهم وبيطلعوا بره خالص من الشبابك العلوية للساحة وبيقسم الارود مجموعتين الاولى بقيادة قيصر والتانية بيقودها باك وتاني يوم بيلاحظوا ويل ان غرفة قيصر اتفتحت وعلشان كده يشك ان قيصر طلع وكلمهم في ملجأ الارود لكن ما حدش بيرد فراحوا وقارولين الملجأ وهناك بيكتشف ان الملجأ متحطم بالكامل وكمان اكتشف جث الدوج وبيلاقي ازازة من ازازات الفيروس جنبه وهنا لقيت كارولين رودني اللي قال لهم ان قيصر بيتكلم وفي ضواحي المدينة بتحس الناس انها مصدومة لما بتلاقي الارود ماشي على الشجر وبيروحوا مجموعة قيصر للمختبر وبيدمروا المعامل وبيحرروا الارود المسجونة هناك وطبعا منهم كوبا وهنا بيستقبل ستيفن مكالمة عن وفاة فرانكلين بسبب فيروس ALZ-113 وبيدخل الريسبشن بيلاقي الدنيا متحطمة كلها وبيلاقي الارود مسترنية وبتبص عليه من فوق وبيجري بسرعة علشان يهرب على الطيارة بتاعته وهنا في حديقة الحيوان الناس متحمسين علشان يشوفوا الارود الخجولة وهم بيطلعوا من اللقفاص لكن فجأة باك ومجموعته بينط عليهم والناس بتجري من كتر خفها وبيحطم باقي الحديد بتاع الارود من السجن وبياخدوا حديد السور بيستخدموا كأسلحة مؤقتة وبيمشوا وإلحاقوا الباقي علشان يقتحموا المدينة وبيكونوا في حالة هاج في الشوارع وبتقبض الشرطة على واحد من الارود لكن قيصر وأصحابه بيرموا الأسلحة الحديدة على الشحنة وقبل ما بيبعد الراجل اللي سايق بيقدروا يرجعوا صاحبهم ودلوقت انتشروا بيخربوا ويدمروا المكاتب والمؤسسات وكل حاجة تقريبا في المدينة ولما بتوصل عربيات الشرطة بيرمي عليهم موريس غطب اللع وباك هو كمان بيضربهم بعمود نور وهنا بييجي قيصر وأصحابه وهم جايين على التليفريك من فوق وبيبصوا على جسر البوابة الزهابية اللي هينقلهم لغابة الصم وبيروحوا لهناك وبتحصل زحمة جديدة من المرور بسببهم وبيدخل حشد من الارود وبيهجم على الناس وقت ما كان ويل وكارولين ماشيين اكتشفوا انهم رايحين ناحية الغابة ومن فوق كان بيرائب ستيفن وزباط تحركوا الارود ناحية الشمال لكن في نهاية الجسر كان فيه زباط بيستنوهم علشان يضربوهم بالنار وطبعا قيصر القائد شافهم وبيوجه شوية من الارود انهم يطلعوا فوق الجسر من فوق وبيبلغ البقين انهم ينزلوا تحت الجسر وبتحاول كارولين انها تلهي الشرطة علشان يعرف ويل انه يتسلل من الشرطة ويروح يقنع قيصر انه يرجع معاه للبيت وطبعا هنا كانت قيمة حرب ما بين الناس والارود وبيضرب قيصر زابط من الزباط وبيواجه باك زابط تاني واجها الواجه وقبل ما باك يقتل الزابط بيأمره قيصر انه يسيبه ويمشي وراه ومن فوق بدأ يضربه النار على الارود وده اللي خلى موريس يغضب جدا بسبب ان فيه ضباب كتير والشرطة مش قادرين يحددوا مكان الارود وبياخدوا الغورلات اوتوبيس كبير وبيجروا ناحية الشرطة علشان يحموا نفسهم واستخدموا كدرع يحميهم من ضرب النار وهنا بياخد قيصر الهجوم وفي نفس الوقت بتقع الارود من فوق على رجال الشرطة وفي نفس الوقت بيطلع الارود اللي كانوا ماشيين تحت الجسر وطبعا كده تجمعوا كلهم علشان يتغلبوا على الشرطة والناس وهنا بيوصل ويلو بينادي على قيصر وبيبصوا البعض نظرة طويلة لكن الطيارة بتقطع النظرة دي بضرب النار وهنا بينط باك على الطيارة ويهجم عليها علشان يحمي قيصر وبتقع الطيارة وبتتحطم وبتنفجر على الجسر وبيسحب قيصر باك اللي كان بيموت وبيموت فعلا وهو ماسك ايد قيصر وبيصرخ ستيفن وبيطلب المساعدة من قيصر لكن قيصر بيوصله بقرف وبيستدعي كوبا علشان عارف ان بينهم وبين بعض طار وبيظهر كوبا بأسنان مكشوفة وبيزق الطيارة من على الجسر وهنا بيركب ويل بسرعة عربية شرطة وبيروح على الغابة وبينادي على قيصر لكن كوبا هو اللي بيطلع وبدأ يهاجم ويل واقع على الارض لكن قيصر بيظهر في الوقت المناسب وبيمشي كوبا بعيد واعتذر ويل من قيصر وبيقعده نه هيحميه لو رجع معاه للبيت فبيقرب منه قيصر جدا وبيهمسله في ودنه وبيقوله ان قيصر في بيته وبيتصدم طبعا ويل ان قيصر بقى بيتكلم وبيمشي قيصر وبيروح لباقي القرود وبيقف وقفة الزعيم وويل بيبتسم وهنا بيتصلى قيصر قمة الشجرة علشان يشوف سان فرانسيسكو من فوق مرة تانية وفي المشهد الاخير بنعرف ان جار ويل اللي اسمه دوجلس كان طيار وبيظهر وهو رايح المطار لكن بيكون عنده نزيف وبيقف يمسح أنفه وبيلاقي دم وبيكمل رحلته هو ما يعرفش انه عنده فيروس وما يعرفش الخطر اللي بيهدده وقت ما كانه بيصطده بييجي دب كبير وضخم وبيهجم على ابن قيصر وبيعوره لكن قيصر بيتدخل في الوقت المناسب وبينقذ ابنه وبيجي كوبا صاحب قيصر اللي أنقذه من آخر اختبار في المعمل وبيقتل الدب بالرمح وبعدها بينصح قيصر ابنه وبيقوله فكر كويس قبل ما تعمل أي حاجة ولما بيرجع لمكان تجمع الورود بيلاقي موريس صاحب قيصر برضو بيعلم الأطفال الكتابة والقرية وكمان بيعلمهم ان أهم قاعدة في مملكتهم ان الارد ما ينفعش يقتل أخوه الارد مهما حصل وهنا بيروح قيصر يتطمن على امراته اللي كانت حامل وبيلاقيها ولدت وفي نفس الوقت بيكون ابنه الكبير بيصطاد سمك في البحر مع صاحبه قاش وبيتنقروا سوا ولما بيخلصوا وهم راجعين في طريقهم بيقابلوا واحد اسمه روكت ومن خوفوا منهم ضرب عليهم نار وبيصاب قاش وبيقع وبينادي روكت على أصحابه هو مازال خايف ومن صوت ضرب النار بيسمعوا الورود وبيتجمعوا حواليهم وبيحصرهم من كل مكان لكن قيصر بيجي وبيقول لهم محدش يقرب لهم او يقذيهم وهنا بيقرب شخص اسمه مالكم ناحية قيصر علشان يعتذر له عن اللي حصل من صاحبه وقبل ما يكمل كلامه بينفاجر فيه قيصر وبيزعق له بقوة وبيقولوا انهم لازم يمشوا وبيقرب عليهم فبيخافوا منه وبيهربوا بسرعة وبيركابوا عربتهم وبيمشوا لكن قيصر كان غطبان جدا من اللي حصل وبيقموا ركوبة انه يمشوا وراهم ويعرف سكتهم ايه لانه فاكر انهم جايين مخصوص علشان يقذوا القرود وهنا بيوصلوا صيادين لمدينتهم وبيكون عدد سكان المدينة دول قليل جدا بسبب اللي حصل في الجزء الاول عن انتشار الفيروس واللي نتعج من التجربة اللي تسببت في موت ناس كتير حوالي تلتين البشر على الكوكب وهنا بيكون يعرف كوبة مكان المدينة بتاعتهم وبيرجع لقيصر وبيعملوا اجتماع ضروري ومن كره كوبة للبشر كان رأي انهم يحربوا البشر ويقضوا عليهم علشان يقدروا يعيشوا في سلام لكن قيصر بيصرخ بكلمة لا وبيرفض طبعا كلامه لانه بيبقى خايف على القرود وبيبقى عارف ان لو حصل حرب ما بينهم وما بين البشر هيموت عدد كبير منهم وهو ما كانش عايز ده وقال لهم لازم نفكر في طريقة تانية للتعامل مع البشر وهنا بيكون كوبة متضايق وبيتكلم مع قيصر علشان يفهموا ان البشر مؤذيين وانهم ازوا كتير قبل كده ولازم ينتئم منهم وانه لازم يعلم عليهم علشان يعرفوا ان القرود اقوية وصعب حد يهزمهم وبيقولوا قيصر ان ده هيحصل بس بطريقته وهنا بيجمع قيصر جيشه القوي والكبير وبيروح للمدينة بتاعة البشر مش عشان يعمل حرب لكن عشان يثبتلهم انهم اقوية وهو بيتكلم مع البشر بيقولهم انه مش عايز حرب لكن عايز القرود تعيش في سلام وكذلك البشر وان لو حد دخل الغابة بتاعتهم تاني مش هيرحم حد ولا هيحصل لهم كويس وبعد ما بيخلص كلامه بياخد جيش القرود وبيمشوا طبعا كل البشر بيكونوا خايفينوا في حالة هياج ودوشة وبيحاول يتكلم معهم واحد اسمه ديفيز تابع المهمة اللي كانوا داخلين عشان هالغابة وبيهديهم وبيفهمهم انهم راحوا الغابة علشان فيه سد هناك لازم يشغلوه لان الكهرباء قطع عن المدينة وانهم ما كانوش قصدهم يقزوا حد وكمان البنزين اللي معهم مش هيكفيهم اكتر من اسبوع واحد وهنا بيتكلم ديفيز مع ملكه بيحاول اتفق معاه انهم لازم يشوفوا طريقة عشان يتكلموا مع قيصر علشان يسمح لهم يدخل الغابة ويقدروا يصلحوا السد وبيتفق معاه ملكه انه هيروح يحاول يتكلم مع قيصر زعيم القرود ولما بيوصل منطقة الغابة بيقبضوا عليه القرود كأنه اسير وبيرموه قدام قيصر فبيفهموا ملكه انه جاي يتفاهم معاه ويطلب منه يروح معاه يوريله حاجة ضروري فبيوافق قيصر وهنا بيروح قيصر مع ملكه للسد ولما بيوصلوا بيشرح له ملكه انهم عايزين يصلحوا المولدات بتاعة الطاقة اللي في السد علشان تخلي الكهرباء توصل للمدينة ويقدروا يعيشوا كبشر طبيعيين وهنا بييجي ملكه يتكلم مع اصحابه وبيعرفهم ان قيصر وافق يصلحوا السد لكن اشترط عليهم انهم ما يدخلوش بأسلحة نهائي وبييجي كوبا يتكلم مع قيصر وبيقنعوا انهم مش كويسين وانهم هيئزوهم اول ما يخلصوا تصليح السد وهيخلصوا عليهم لان البشر هتكون اقوى وقتها وبيرود عليه قيصر وبيقولوا انه مش في يده حال تاني وانه مضطر يساعدهم وان اللي مش هيجي بالرضى هيجي بالغصب وساعتها هتقوم ما بينهم الحرب وهيموت من القرود عدد كبير والسبب ده تافه جدا على انه يقوم الحرب فبيغضب كوبا من كلام قيصر وبيزعق معاه علشان يقنعه وبيوريله ازيط البشر والجروح اللي في جسمه وانهم مش بيرحموا القرود وانه لازم ينتقم من كل البشر وهنا بقى بيجيب قيصر اخره وبينفعل عليه جدا وبيتعب لحد ما بيعرف كوبا حدوده وبيركعه دم قيصر وطبعا بيكونوا البشر تحت الملاحظة ومترقبين علشان يضمن انهم مش هيئزوا حد ويمشوا على طول بعد المهمة ما تنتهي وفي نفس الوقت بياخد كوبا اتنين من اصحابه وبيروحوا مدينة البشر وهو ماشي هناك بيتفاجئ بوجود عدد كبير من الاسلحة ومخزن مخصص لها وبيقطع عليه الحراس وبيدخلوا عليهم وبيبقوا عاوزين يقتلوه لكنه استخدم زكاؤه وبيعمل نفسه عبيته مش فاهم حاجة فبيتردوه وبيمشوه من غير ازية وهنا بيكون ملكم واصحابه عند السد بيصلحوا المواسير بتاعة المولدات علشان يشغلوا الكهرباء بس فجأة بينهار المكان من حواليهم وبسرعة بيدخل قيصر وجيشه وبيساعدوهم ولما بيخرجوا بينط عليهم ابن قيصر الصغير وبيلعب معهم وبينط على الشنطة بتاعتهم وبيكتشف ان فيه سلاح فيها فبيزعق له واحد من المجموعة اسمه روكت على انه فتش في الشنطة لكن ابن قيصر الكبير بينهار وبيتعصب جامد وبيحدفه بعيد وبيزعق للباقيين اللي معاه وبياخد روكت السلاح وبيهدد ابن قيصر الكبير به وهنا بيدخل قيصر فجأة وبيهجم عليه وبياخد منه السلاح وهو متعصب وبيقول لهم انا مش اشتردتوا دخلكم من غير اسلحة وبيؤمر مالكو انه ياخد اصحابه ويطلعوا من الغابة ولما قيصر بيرجع مملكته بيتفاجئ بالقرود متجمعين حوالين مراته وبيعرف انها تعبانة جدا وشكلها هتموت وما فيش حد من الموجودين قادر يعالجها وفي نفس الوقت بيرفض مالكو هو واصحابه يخرجوا من الغابة قبل ما يخلصوا مهمتهم وبيقرر يروح لقيصر تاني علشان يتفاهم معاه وهنا لما بيوصل مالكو مع جيسيكا مراته بيلاقوا قيصر حزين وقاعد جنب مراته وبيعرفوا انها تعبانة ومحتاجة تتعالج فبتعرض عليه جيسيكا انها تعالجها لانها دكتورة وبيوافق قيصر وقصاد دا قال لهم قيصر انه موافق يصلحوا السد بس قدامهم يوم واحد بس يخلصوا فيه ويمشوا وبيوصل كوبا للغابة وبيروح لقيصر علشان يعرفوا ان البشر عندهم مخزن اسلحة كبيرة لكن لسوق حزه مش بيلاقيه وبيعرف من ابنه انه راح السد مع الكتيبة اللي بتصلح السد وبيغضب كوبا وبيروح لقيصر وبيقوله بان على حقيقتك وانك بتحب البشر اكتر من الارود وبتساعدهم في كل شيء رغم الهجوم اللي حصل على ابنك الصغير وقتها بتشتعل نار قيصر من كوبا وبيهجم عليه هو غضبان وبيفضل يضرب فيه وكانها يخلص عليه لكن كوبا اعتزار له مرة تانية وكمان فكروا بان الارد ما انفعش يقتل اخو الارد ولان كوبا مش صاف النية من ناحية البشر ولا من ناحية قيصر تاني يوم راح لمخزن الاسلحة وبيقعد يعمل فقارات مع الحراس ويهزر معهم لشان يتطمنوا من ناحيته ولما ده حصل اخذ منهم الاسلحة وقتلهم وفي نفس اليوم بالليل بيكون ملكم واصحابه خلصوا مهمتهم وصلحوا السد والكهرباء بتكون اشتغلت في المدينة وهنا بيرجع قيصر لمراته وبيلاقيها تعافته وبتمشي وده معناه انها بقت كويسة وبيتسحب كوبا واحدة واحدة وقيصر واقف مع امراته وفجأة بيدرابه بالرصاص وبيقع قيصر من فوق الجبل وبيتهيجي الارود كلهم وبيبقوا مزعورين من اللي حصل ومش بيبقوا عارفين مين اللي قتل قيصر وبيدخل عليهم كوبا وبيوررونهم السلاح وبيقولهم ان ده سلاح بشر وان البشر هم اللي عملوا كده وبيقولهم انهم لازم ينتقموا من البشر وبيطلع كوبا وكل الارود وراحوا على المدينة وبيسرقوا مخزن الاسلحة بالكامل وبييجي هنا كوبا علشان يتكلم مع ابن قيصر الكبير وبيملى دماغه ونفسيته بالانتقام لابوه وبيسلموا سلاح وهنا بتبدأ الحرب ما بين الارود والبشر لكن الارود خربوا المدينة وسيطروا عليها وبيكون ملكم وعيلته هربوا على الغابة من الارود وبيلاقوا قيصر على الارض لسه عايش لكن ما بين الحياة والموت فبياخدوه في العربية بتاعتهم ولما بيوصلوا بيسألوا عن اللي عمل كده قالوهم انه كوبا هو اللي عمل كده وطبعا بياخدوه معاهم علشان يعالجوه بسرعة ويطلعوا من جسم الرصاصة وفي نفس الوقت كان كوبا لسه طايح في الناس وكان ماسك واحد يضرابه وبيؤمر الارض قاش يقتله لكنه رفض وقال له ان قيصر لو عايش ما كانش ده كله حصل ولكنها يرضى باللي بيحصل فطبعا كلامه مش بيعجب كوبا وبياخده بيرميه من فوق المبنى وبيفرد سيطرته بالكامل على الارود وبيعلن انه خلاص بقى الزعيم بدل القيصر لانه مات وبيأمر الارود يحبسه كل البشر وفي نفس الوقت بيكون قيصر رايح بيت ويل اللي رباه من صغره ولما بيوصل جيسيكا بتقول لمالكم ان قيصر محتاج لعملية فورا ومحتاج لأدوية فبيروح مالكم يجيبها وفي نفس الوقت ابن قيصر الكبير وهو في الحرب بيلاقي كل اصحاب ابو محبوسين وبيقول لمرس انه كوبا هو اللي حبسهم لانهم مش راضيين يقتلوا الناس ويعملوا اللي هو بيعمله واسناء ما مالكم بيجيب الدوة بيلاقي قرود بتعذب في البشر وبيستخب منهم وهو مستخبي بيشوف ابن قيصر وبيبلغوا مالكم ان ابو لسعايش وبياخدوا معاه علشان يشوف ابوه ولما بيوصل بيحكي له قيصر عن اللي حصل وبتقطع جيسيكا وقتها وبتقوله لازم تعملوا العملية وما فيش وقت ولما بتخلص وبيكمل قيصر كلامه مع ابنه بيندم قيصر في كلامه على ثقة في كوبا وكان فاكر انه علشان ارد زيه وبقى زكي فهو هيكون كويس بس اكتشف متأخر ان زي ما البشر فيهم الوحش القرود كمان فيهم الوحش وهنا بيروح ابن قيصر يحرر اصحابه المحبوسين بسبب كوبا وفي نفس الوقت بيرجع قيصر لذكرياته في البيت وبيشوف فيديو ليه هو ويل لما كان بيعلمه لغة الاشارة وبيهتم بيه هو صغير وبيخرق قيصر وبيشوف اصحابه مع الدين فبيسألهم عن كوبا وبيقولون انه موجود عند البرج اللي في مركز المدينة وبيروح مع ملكم للنفق اللي بيوصل للبرج علشان يلحق كوبا ويقتله وكمان يفرجوا عن البشر اللي حبسهم كوبا وهم ماشيين في النفق بيسمع ملكم صوت حد من اصحابه فبيخال الورود يكملوا ماشي وبيطلعوا الكوبا على البرج وبيقابل اصحابه وبيتفاجئ من كلامهم انهم حوطوا البرج بقنابل علشان يفجروا لما الورود تتجمع عليه فبياخد ملكم سلاحه وبيهدد اصحابه علشان محدش فجر البرج لان قيصر موجود وانه هو اللي قادر يموت كوبا ويحرر البشر ولما بيوصل قيصر لكوبا بتبدأ بينهم خناءة عنيفة وبيضرب قيصر كوبا ضرب مبرح وبيعوره وبيقولوا انه قوم حرب كبيرة وموت بسببها عدد كبير من الورود ومن البشر وفي نفس الوقت بيقرر ديفيز يفجر البرج وبياخد جهاز التحكم في الانابل وبيفجره بالفعل لكن البرج ما تفجرش كله وفجأة بيضرب عليهم النار فبينط عليه قيصر وكان خلاص على تكة ويقع من اللي باقي من البرج وهنا بيترجى كوبا قيصر وبرضه بيفكروا بان الارد ماينفعش ييت الاخول ارد مهما حصل لكن قيصر بيمسك ايديه وبيقوله انت مش ارد زينا وبيرميه من على البرج وبيموت وفي النهاية بيجتمع قيصر مع الورود علشان يرجعوا مع بعض للغابة وبيروح له ملكم وبيقوله ان بقيت اصحابه طلبوا مساعدة من الجيش وان فيه كتيبة هتيجي يتخلص عليه هو وكل الارود وانهم لازم يمشوا فورا من المدينة وبعدها بيشكروا قيصر وبيودعوا وبياخد قابلته وبيمشوا ووقتها كان الناس ارسالوا رسالة استغسل الجيش علشان يلحقوهم علشان المرض يتوقف وطبعا اللي كان دلهم على المكان ارود خينين وبيهجموا الجنود على مملكة قيصر بتاعت الارود وبيدمروا كل المكان وبيتصاب ارود كتير منهم وبيفضل واحد منهم ينادي على باية الارود علشان يسندوا معاهم وهنا بيرموا لأسهم على الجنود علشان يتخلصوا من اكبر عدد منهم وبيتبقى جندي واحد واللي قدر يتصل على العقيد علشان يبعت له دعم وبيشوفوه الارود وبيهجموا عليه وبياخدوا يسلموا القيصر وبييجي قيصر وبيلاقي كل الرهاين اللي الارود اسروهم وبيقولهم ان الارود عايزة تعيش كويس وفي سلام وان الحرب اللي حصلت قبل كده كان عملها كوبة ومات وانه لو هيحارب هيحارب علشان يحمل اروده بس لكنه مش هيحارب وهنا قرر قيصر يثبت للعقيد بتاعهم شجاعته وقوة الارود بانه بعت الرهاين ليه مربوطين وبيوصل ارد مصاب وغرقان في دمه وبيعرف قيصر ان واحد من الارود الخينين ضرب وهرب وهنا بيوصل ابن قيصر وركد صاحبه وبيسلموا على بعض بحرارة وبيقولوا انهم اكتشفوا حاجة مهمة وبييجوا هنا وبياخدوا اخوه صغير وامه وفي الاجتماع المغلق ده بيعرف بابا على خريطة فيها مكان كويس جدا ورا اللبال يقدروا يعيشوا فيه هناك بسلام بعيد عن حرب البشر وبيتحمس الارود للفكرة جدا وبيقولوله انهم جاهزين يمشوا حالا فابن قيصر كان حكيم زي ابوه وقال لهم ان مفيش حاجة كده جاهجة هوني لازم يرتبوا الطلعة دي علشان الارود كتير جدا ولو طلعوا مرة واحدة ممكن البشر يشوفوهم ويقتلوهم وهنا بيصحى قيصر وبيحس ان فيه حاجة مش مزبوطة وهو ماشي اكتشف ان الشلال نازل منه حبل فبسرعة فهم ان البشر دخلوا المكان وهيسيطروا عليه وبيوصي ابنه على اخوه ومامته وبيقول له خد بالك منهم وبيتكلم قيصر هنا مع الحراس وبيسألهم على اللي بيحصل لكن كان فيه لاسلكي موجود بتاع جند مقتول بيسمع فيه كلام حد بيقول ان فيه شخص قتل الارد المطلوب قتله فبيقلق قيصر وبسرعة بيجري على مكان اولاده امراته ولسوق الحظ بيلاقي امراته وابنه الكبير اتقتله وهنا بيبص بيلاقي العقيد وشه ملطخ وايف قدامه بسلح وبيضرب على الارود نار كتير علشان يخافه ويجري وهو يقدر يهرب لكن قيصر مش هيعديها كده وجيري وراه وفضل يلحقه ومسك في الحبل وبيطلع لكن العقيد بيقدر يقطع الحبل ويهرب وبيقعب قيصر حزين وعينه مليانة شر وبيسيبه القرود وبيروح يدوروله على ابنه صغير ولما بيمشي القرود بيكتشف وجود ابنه في المكان وبيطلع وهو مستخبئ وخايف وبيجري على ابوه يحضنه وهنا بيروح قيصر مع ابنه لوحدة كانت صاحبة ابنه الكبير وبيطلب منها تاخد بالها من ابنه لحد ما يرجع وبيبقى في عينيه شر الانتقام وبيبقى رايح ينتقم وبيؤمر القرود كلهم يروح المكان اللي كان مع ابنه على الخريطة وبيتفاجئه هو ماشي بتلاتة من أصحابه وماشيين ورارك بين أحصنة فبيمنعهم يمشوا معاه لأنه مش ضمن يعيش لكن هم عملوا بأصلهم وأصروا يروحوا معاه وهنا وصلوا لمكان كده يعتبر زي معسكرات البشر وبيئة القيصر شخص شافه هناك كان لسه يضربه وأثناء اللي بيحصل ده بيسمعوا خط في المبنى وهم ماشيين بيروح يشوفوا في ايه ولما بيوصلوا جوا بيلاءوا بنوتة صغيرة قاعدة مش بتتكلموا خايفة وبييجي موريس يهديها عروسة قماش صغيرة وبيتفاجئوا بعدم كلامها وإنها خرصة وهم ماشيين قرروا ياخدوها معاهم وهنا بيوصلوا لمكان معسكر فيه جنود البشر وبيتفاجئوا بوينتر اللي خنهم قبل كده موجود هناك وشغال معاهم ولما بيدخل عليه قيصر هو بيخسل الموعين بيلاقي مكتوب على ظهره حمار وبيسألوا قيصر عن العقيد فبيقولوا انه مشي وان فيه جنود زيادة جاية من ناحية الشمال عليهم خليه عايش لو عرفوا مكان قيصر وأثناء كلامهم بيعدي ناس عليهم فبياخدوا بالوينتر وبيصرخ علشان يجوا ويلحقوا لكن قيصر بيلحق نفسه بسرعة وبيكتم صوته علشان يسكت وبعد ما بيمشوا بيشيل ايده وبيلاقي وينتر مات وبيصحى قيصر الصبح وبيلاقي عربيات الجيش معدية من قدامه فبيجري هو وصحابه وراهم علشان يعرفوا مكانهم فين وبيتفاجئوا بضرب نار وهما ماشيين بيتفاجئوا بتلت جثث في طريقهم ومغطيهم التلج ولما بيكتشفوا شوشهم بيلاقي واحد منهم لسه عايش وبيتنفس ولما بيسألوا ويتكلم معاه بيلاقي هو كمان مش بيتكلم واخرس وبيطلع فوق برج علشان يشوفوا المكان اللي وينتر كان بيقول عليه ويحددوا مكان الجيش اللي بيكون فيه العقيد وبيتفاجئوا بحد جاء السرق الحصان وجيري بيه فبينزولوا بسرعة ويركابوا بقية الأحصانة ويجروا وراه وبيوصلوا للمكان اللي وصلوا الشخص السرق ولما بيسبتوا بيلقوا إرد مش إنسان واسمه باد إيب وبالليل لما بيلاقي الطفلة معاهم بيخلع لها الجاكت لأنه بيحس إنها بردانة وبيعتذر عن سرقته للحصان وحاجاتهم وبيقولهم إنه كان فاكرهم بشر لما لقى الطفلة معاهم وبيحكي لهم إنه كان عايش في حديقة الحيوان في سيبيريا وبيفضل يتنطط من الفرح على أنه لقى أرود أخيرا يتعامل معاهم وبيجيب لهم أكل وعلى أكياس الأكل من خلال المكتوب عليها بيكتشف قيصر إن مكان الحجر الصحي على حدود كاليفورنيا وبيحكي لهم باد إيب إنه لما هرب من حديقة الحيوان بحسا عن الأكل بيلاقي في طريقه حديقة تانية مليانة بالبشر لكنهم بشر مريضة والجيش هناك كان بيخلص عليهم علشان ما يعدوش غيرهم والمرض ينتشر أكتر وبيفكر قيصر وأصحابه إن ممكن يكون العقيد موجود هناك وبيطلب قيصر من باد إيب إنه يوصلهم للمكان ده لكن باد إيب بيرفض بشدة علشان بيكون خايف من اللي شافه وبيقول لهم إن التلج كتير جدا هناك ومش هيعرفوا يمشوا وبتكون دي حجته علشان ما يروحش هناك وأثناء ما كانوا بيناموا بيبكلم باد إيب مع قيصر وبيحكي له قيصر إن العقيد خل الجنود تقتل ابن وامراته وبيعرف إن باد إيب هو كمان كان عنده طفل لكنه موجود في الحديقة اللي فيها البشر وبيقولوا إنه هيوصلوا للمكان بس بشرط ينقذ ابنه ورجعه له والصبح بيجهزوا علشان يمشوا وبيوصلوا هناك وبيلاقوا في جنود في طريقهم وبيجم عليهم اتنين منهم ولما بتخلص المشاجرة وينجوا الغوريلا اللي كانت معاهم بتتعب جدا من اللي حصل وبتموت وبتبكي عليها الطفلة اللي معاهم وبتحط لها الوردة اللي كانت مديها لها وبيستاء موريس من اللي حصل وبييئس وبيطلب من قيصر إنهم يرجعوا الأرود وبلاش القتال وبيتدايق قيصر وقالهم ارجعوا انته دي مشكلتي وأنا المسؤول عنها وهخلصها بنفسي وبيوصل قيصر وبيتفاجئ وبيوقف مصدوم لأنه بيلاقي سجن كبير جدا فيه الأرود كلهم اللي كانوا معاه وفيه أرود منهم مصلوبين ومتعزبين وبيفكوا واحد شافه وبيكون تعبان جدا وبيسألوا قيصر على اللي حصل فبيقولوا إنه هم في طريقهم وقفهم الجنود وأسروهم لحد هنا فبيبص قيصر وراه لكنه بيلاقي ضربة في وشه من غوريلة كبيرة ولما بيفوق بيلاقي العقيد في وشه وبيعرفوا قيصر إن جاي له مخصوص علشان ينتقم منه علشان قتل عيلته فبيقولوا العقيد إنه هو كمان بيدور عليه علشان يقتله ويخلص منه لكن ملاقاش غير مراته وابنه والعقيد أسرو وهو ماشي معهم بيلاقي الأرود الصغيرة في أفص لوحدهم ومعهم ابنه الصغير وبيرموه في السجن مع الباقي وتاني يوم الصبح لما بيصحوا بيلاقوا جيش كبير جدا من الجنود البشر ماشيين ورا بعض وبيكتشف قيصر إنهم أسروهم علشان يشغلوهم شغل الجنود وبتشتكيلوا صاحبة ابنه كبير إنهم مش بيأكلوهم ولا بيشربوهم وإنهم شغالين ومزلولين بس وهنا الأرود من قلة الأكل والشرب وتعب الشغل بيوقعوا الجمرة في النار وبيقعوا معاها وهم بيحاولوا يرفعوها وبيموتوا وقيصر بيلاقي قرد منهم بيتضرب جامد وبيصرخ وبيقول إنه ضد إهانة أي قرد وبيؤمر الأرود يرمل في إيديهم ويمتنعوا عن الشغل فبياخدوا جنود العقيد من الأرود الخينين وبيضربوا وبيهددوا بالمسدس بإنه لو ما أمرهمش إنهم يكملوا شغل هيقتلوا فبتشيل صاحبة ابنه الحجارة علشان تكمل شغل وبيعمل بقية الأرود زيها وبيكملوا شغل علشان ما يقتلوش قيصر وأصحابه اللي سابهم في الطريق بيكونوا شافوه هو مربوط وبيتعذب وهنا بتاخدوا الغوريلا الخينة للعقيد علشان قيصر كان عايز يكلمه وبيقولوا إنه هيخلي الأرود تكمل بس بشرط إنه أكلهم ويشربهم غير كده مش هيشتغلوا وبيقولوا إنه مالوش في الحرب وما كانش ناوي عليها علشان كده ما قتلش جنوده وبعتهم له على الأحصنة وبيقولوا إنه ما يعرفش الرحمة ولا الأخلاق فبيقولوا العقيد إنه شايف إن الأرود ما تستهلش الرحمة وإنهم أزكى من كده بكتير وبيعترف لقيصر إنه كان باعت ابنه في مجموعة بتكتشف مكان قيصر وإن ابنه جاله فيروس الأرود وبقى أخرس ومش بيفهم أو يفكر ولما كشف عليه الدكتور قال لهم إن الفيروس يتطور وإن الفيروس ده لما بينتشر بين البشر مش هيكون عندهم الحاجة اللي ميزهم ربنا بيها على باقية المخلوقات اللي هي العقل والكلام وطبعا قتل ابنه وضحى بيه علشان البشر التانين وأمر إن أي حد مصابي تقتل علشان العدوة ما تنتشرش زيادة والجيش افتكر إنه تجنن علشان عمل كده لما أمرهم يقتلوا أي حد مصاب من أصحابهم أو أرايبهم زي ما هو عمل وبعت منهم شوية جنود للشمال علشان يوصلوا رسالته لباقية الرؤساء بتوعه وهو بيحكي اللي حصل بيكون قيصر بيدمع وبيكمل كلامه بيقول إن رؤساءه بعتوله رسالة تانية إن فيه علاج للمرض ده لكنه قال لهم لو هتقدروا توقفوا المرض تعالوا وقفوه وانقذوا الباقيين ومن كلام العقيد بيستشف قيصر إن الجيش اللي هيوصل من الشمال مش جاي علشان موافق العقيد في رأيه في القتل وإنهم جايين علشان يحربوا العقيد وكرهين طريقته في القيادة والعقيد بيقول لقيصر إنه ما كانش عاوز زيئة المرات وابنه وإن ابن قيصر لو كان هو اللي هيستلم حكم القرود من بعده فكان هيقتله لو لسه عايش وبيستفز قيصر كلامه وبينفعل عليه وبيوقعه وهنا بيتكلم أصحاب قيصر وبيفكروا في خطة يدخلوا بيها المعسكر من غير ما حد يشوفهم لكن بعد إيه بالجبان بيخاف وبيطلع يجري لكنه بيقع في حفرة ومن هنا بتيجي الفكرة ليهم وتاني يوم بيبعث العقيد أكل ومية للقرود وبيروحوا للقرود الخينين اللي مكتوبة على ظهرهم حمار وبيرموا الأكل للمساجين علشان يشتغلوا زي ما اشترط عليه قيصر لكن في نفس الوقت بيمنع الأكل والشرب عن قيصر لحد ما بيضعف وبيفقد الوعي وهو مربوط وبيجي واحد من القرود الخينين وبيكوب عليه جرد المية وهنا بيكون أصحاب قيصر نزلوا الحفرة وبيلاقوا ننافق صغير أخر الحفرة كمان فبيطلعوا منها وبيلاقوا نفسهم في المعسكر وبيلاقوا قيصر متعلق ومربوط وبيسيبوا بد إيب وبيروح علشان يجيب مية وأكل لكن قيصر في نفس الوقت من كتر الضعف وتعب بيهلوس وبيشوف كوبا قدامه لكنه بيطلع العقيد وبيفكوه وبيقع على الأرض متجمد من البرد فبيقول العقيد لو فضلت عايش للصبح هسيبك تشتغل مع البقين وهسيبك تاكل وتشرب معهم كمان ولو ما قدرتش تشتغل هخلي الجنود يقتلوك بعدها بتوصل الطفلة لقيصر وتدلوا مية وبتجيب أكل من القرود التانيين وبتأكله ولما بيفوق بيشوف القرود وهم بيعملوا علامة القوة علشان يفكروا انهم مع بعض أقوية زي ما كان بيقولهم زمان وبيلاحظ قيصر ان فيه جنود جايين عليه فبيقولها تهرب وتستخبى وبيطلع روكت علشان يشغلهم وبيعمل انه أهبل علشان ينشغلوا معاه وبيتخانق مع الغوريلا الخينة فبيشاور قيصر للطفلة علشان تجري وهنا بيجد عقيد وبيوقف الخناء وبدخلوا مع القرود وهنا بيشاور لقيصر وبيقولوا انه لقى طريقة علشان يهربوا بيها وبيعملوا علامة القوة وتاني يقوم بيروح العقيد لقيصر علشان يشوفوا مات ولا حي ولما بيلاقيه لسا عايش بيبعثوا للشغل بس لوحده والعقيد بيلاقي لعبة الطفلة على الارض قدام الافس وبياخدها معاه وبيسأل الجنود ايه اللي جاب اللعبة دي هنا وهنا روكت هو شغال بيشاور لقيصر علشان يعرفوا عدد الخطوات لكل افس وان افس الكبار بعد 37 خطوة وافس الارود الصغيرة بعد 55 خطوة من افس الكبار وبينزلوا اصحاب قيصر في النفق وبيمشوا وهم بيعدوا الخطوات علشان يحفروا في المكان ولما بيحفروا بيطلع بادئب لكنه بيتفاجئ بان المياه هتم للمكان لان السد اللي كانه بيحفروا من خلاله وراه مياه كتير وبيقول لقيصر انه مش هيعرف يوصل لأفس الارود الصغيرة لان النافق شوية وهيغرق كله فبيقول لقيصر انهم لازم يلاقوا حل قبل ما الجنود توصل علشان لو وصلوا البشرة هتقوم بينهم حرب وهيموتوا وكمان الارود هتموت معاهم وبيفكر قيصر في خطة وبيبدأوا ينفزوها وهنا بيروح روكت يرمي على الحارسطين فبيتعصب وبينهار وبيروح يفتح افس الارود وهو مسك سلاحه وبيسألهم مين اللي عمل كده وبيلاقي روكت بيسحبوا الجوه اكتر لحد ما بيشدوا في الحفرة وبيرملهم مفاتيحه وموريس بيديهم السلاح بتاعه وبعد ما بيخلصوا عليه بتهرب الارود كلها وهنا بيوصل قيصر لمكان الارود الصغيرة وبييجي ابن قيصر عليه وبيحضنه وبياخدوا صغيرين يهربوهم من نفس الحفرة اللي في قفص الكبار لكن قيصر كان مصمم على الانتقام من العقيد ومش بيمشي معاهم وبيتكلم قيصر مع روكت وبيقولوا ان موريس كان عنده حق لما قال ان بقيت زي كوبة وان الكره عماني وعايز انتقم واول ما الارود تهرب بيبدأ الانفجار في المعسكر وبيكون جيش الشمال وصل وبتبدأ الحرب فبيستغل قيصر ده وبيتسلق لمكان العقيد لكنه لما بيوصل بيتفاجئ بمنظره لكنه بياخد البندقية علشان يقتله وبيتفاجئ انه بقى اخرس هو كمان وبيكون شايف عروسة الطفلة عنده فبيعرف ان جاله الفيروس بتاع الارود وبيبقى عايز يقتله لكن حالة العقيد بتخليه يصعب عليه فمش بيقتله لكن العقيد بيترجاه انه يقتله لكن قيصر مش بيقدر وبيحط المسدس جنب العقيد والعقيد بياخد المسدس وبيقتل نفسه وهنا بتكون الغوريلا مع الجنود ومعهم اسلحة وبيرقبوا ولما بيلاقوا القرود بتعدي بيضربوا عليهم النار وبيطنشوا الجيش العمالي حريبهم من فوق فبياخد قيصر القنابل وبيطلع يجرب علشان يلحق القرود لكن في عدد كبير من القرود بيموتوا بسبب الحرب وهنا بيصحى ضمير الغوريلا الخينة وبيفوق شوية وبيحس انه كان خين وبايع لعشرته وبيشوف قيصر وهو رايح يفجر خزان البترول لكن لسوء الحظ بيضربوا جندي من الجنود اللي سامحهم في الأول بسهم في صدره وبتيجي قنبلها تفجر الجندي ده في نفس اللحظة وبيبص الفوق وبلاقي الغوريلا هو العمل كده في الجندي فبيموت الغوريلا جندي من اللي كانوا وقفين معاه بس برضو بيروح قيصر وبيفجر خزان البترول وكل المعسكر بينفجر وهو بيجري بيشوف جيش الشمال دخل المعسكر وبيشوف كمان جبل جليدي بينهار وموت جيش البشر اللي لسه واصل بالكامل وبتجري الأرود بسرعة وبتطلع على الشجر علشان ما يموتوش وقيصر كمان كان هيقع ويموت لكنه بيمسك في الشجر عملاقة وبيطلع عليها بسرعة وبيستنى لما الجليد يهدى وبعدما الجليد بيهدى بيبص حواليه وما لقاش أي أثر للمعسكرات ولا للبشر وبيبص جنبه على الأشجار بيلاقي الأرود كويسين وبيبدأوا يمشوا علشان يروحوا المكان اللي ابنه كان قيله عليه في الأول وهنا لما بيوصلوا موريس بيلاحظ أن قيصر مش مبطل نزيف وبيكون خايف عليه لكن قيصر بيقوله الأرود قوية وهتفضل قوية سواء كان معاهم أو لا وهنا بيموت قيصر وبكده يكون قيصر كامل رسالته وخلص الجزء الثالث واشوفكم في فيلم جديد لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة